الزمالك كان طلب تأجيل مباراته أمام بيرامدز المباراة الأولى في السوبر المصري لمدة ساعة المباراة تقام بتوقيت القاهرة الساعة 4 و 5 الزمالك طلب تأجيلها لمدة ساعة ساعة واحدة طيب الجانب الإماراتي أو اللجنة المنظمة رفضت هذا الأمر رفضت هذا الأمر والزمالك هيلعب في الموعد المحدد مسبقا بشكل طبيعي جدا الزمالك كان شايف إن حرارة الجو ممكن تعمله مشكلة في المباراة ولكن لأمور تسوقية وتنظيمية كان فيه صعوبة إن المباراة يتم تأجيلها ولو لمدة ساعة 1 دي حكاية حكاية أخرى دونجا دونجا لعب الزمالك وده القول الفصل في هذا الأمر سيكون خارج قائمة الزمالك في مباراة السوبر المصري يا عم أنت مش قلت لنا مباراة إنه في محاولات صعب خلاص بقى الموضوع صعب تأكد إن دونجا عنده مزق في العضرة الخلفية مزق في العضرة الخلفية هو من الصعوبة مش من الصعوبة من المستحلات إنه يلحق بمباراة السوبر المصري إلا لو تحامل على نفسه أو يعني يلعب وهو مصاب ما أعتقدش إن الجهاز الفني للزمالك هيعمل كده ولا اللعب هيتحمل ده فدونجا خسارة كبيرة جدا 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 للزمالك في السوبر المصري خاصة إنه اللي هيلعب في المركز ده مكان دونجا أسماء ما بتشاركش كتير سواء زياد بقى أو محمد شحاتق يعني في المركز ده تحديد مركز رقم 6 فالأمور هتبقى صعبة جدا بالنسبة لدونجا مصطفى الزنالي كمان وضعه صعب جدا إنه يلحق بي المباراة وعمر جابر عنده إصابة خفيفة والأمور بالنسبة له هتبقى بسيطة يعني هيقدر يلحق مباراة السوبر المصري ده بالنسبة لإصابات نادي الزمالك الزمالك خاطب محامي تشنبونج خلال الساعات اللي فاتت نطلب منه مهلأ اسبوع عشان يتم تحول المبلغ المتوقع من المستحقات اللاعب والزمالك بجاز فعلا مبلغ 240 ألف دولار هيقوم بترسلهم للحساب البنكي الخاص باللعب خلال الساعات اللي جاي الفلوس جات من هنا جات من مكافئة الكونفيدرالية اللي الكاف بعتها لي نادي الزمالك الزمالك هيبعت بيها الفلوس بتاعت أشنبونج دفع بيها الزمالك بالفعل مكافئات اللاعبين بعد الفلوس بكأس السوبة الأفريقية أنا أقول لكم الخبر ده مبارح أنه الزمالك هيسدد مكافئات اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات وقبل المشاركة فيها السوبر المصري ترجمة نانسي قنقر